بسم الله الرحمن الرحيم الجلس رقم 11 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الأربعاء الموافق 15-22-2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء أولاً توجيه المحافظين في أن يمتاز أداؤهم بتوفير العدالة وتكافؤ الفرص وعدم استخدام صلاحياتهم المالية والإدارية في التنافس الانتخابي وتجييرها لصالح القوائم التي يتزعمونها ثانياً توجيه المحافظين بالحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظاتهم وتوجيه الأجهزة الأمنية بالتصدي لأي حال التجاوز على العملية الانتخابية بدءاً من مضايقة المرشحين والقوى السياسية ومنع أي أعمال منافية للقانون وفق الإجراءات القانونية مقررات الهيئة العليا ومن أجل دعم هيئة المنافذ الحدودية تم التصويت على ما يأتي واحد قيام المحافظات بتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية للمحافظة من النسبة المخصصة البالغة 20% للدوائر العاملة في تلك المنافذ وفقاً للمادة 21 ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ثانياً قيام محافظة بغداد بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار فقط من موازنة تنمية الأقاليم لإنشاء بناية لهيئة المنافذ الحدودية ثلاثة قيام المحافظات بتوفير التخصيصات المالية اللازمة من موازنتها والتعاقد مع شركة مختصة بالتنظيف تتولى أعمال التنظيف تتولى أعمال التنظيف في المنفذ الحدودي الواقع ضمن حدودها الإدارية وفي مسار الإصلاح الإداري تقرر قيام وزارة المالية ابتداء من تأريخ اثنياً من كانون الثاني الفين وثلاثة وعشرين بفتح وحدة حسابية بكل قضاء تابع لكل محافظة تطبيقاً لأحكام المادة 22 من قانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم واحد وعشرين لسنة ألفين وثمانية المعدل وابتداء من السنة المالية ألفين وأربعة وعشرين وفي إطار الدعم الحكومي المستمر للقطاع الرياضي تقرر تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الرياضة والشباب والهيئة العليا التنسيقية وهيئة المستشارين تتولى تقديم دراسة بشأن قيام المحافظات بإدارة الملاعب والمدن الرياضية المنشأ فيها وإدامتها وتنظيفها بالتنسيق بينها وبين وزارة الشباب والرياضة وانطلاقاً من ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بدفع مستحقات حقوق بث مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم الفينو ستة وعشرين بهدف عرضها مجاناً للجمهور العراقي عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي والقنوات المحلية الأخرى شكراً